هنا جاء تميز الصيام بأن جعله الله تعالى له دون غيره من سعر الأعمال لأن الصوم لا يدخله الرياء ولا ينفع فيه الرياء الإنسان قد يصلي لأجل أن يشاهده الناس كما هي حال المنافقين جوهر التقوى الذي ذكره الله تعالى هو تحقيق مراقبة الله تعالى في السر والعلم بمعنى أنك تستحضر عظمة الله تعالى ومراقبته لك في كل أحوالك سواء كان الإنسان بين الناس أو كان خاليا فإنه يشعر بأن الله تعالى يطلع عليه وعلى أحواله ومن هنا جاء تميز الصيام بأن جعله الله تعالى له دون غيره من سعر الأعمال لأن الصوم لا يدخله الرياء ولا ينفع فيه الرياء الإنسان قد يصلي لأجل أن يشاهده الناس كما هي حال المنافقين في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحافظون على الظهر والعصر والمغرب لكن الفجر والعيشة لا لأن الدنيا ضرام وما في أحد يشوفه وهم لا يصلون لله لكن الصوم كل إنسان يستطيع أن يفطر ولا أحد يعلم به ولا أخص الناس إليه فكون الإنسان يصون صيامه ويحفظه طيلة الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس دون أن يقدش حرمته ويخل فيه هذا دليل على أنه صام لله لأن كل واحد يستطيع أن يغلق على بابه غرفته يغلق غرفته عليه ويأكل حتى يشبع ويخرج للناس ولا أحد يدري أنه أكل أو لم يأكل إلا الله جل وعلا فجوهر التقوى هو تحقيق مراقبة الله تعالى في السر والعلن وهذا ما يربيه الصيام في قلب المؤمن فالمؤمن يتربى على هذا ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما وهم مستمر على هذه الحال فلا ينتهي الشهر إلا وقد تربى الإنسان على انضباطه في الأمانة وحراسته لنفسه ومراقبته لتصرفاته وهيمنته على أموره فلا ينفلت وإنما يكون منضبطا ترجمة نانسي قنقر